أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وخبر جديد كما شفت في العنوان والصورة المصغرة إذن بعد ما تم تصريحه من سامير ديلو الرئيس قيس سعيد يستدعي سامير ديلو إلى القصر فورا ولكن باش نشوفوا علاش سامير ديلو في مواجهة مع الرئيس قيس سعيد ولكن باش نشوفوا قبل هذي أصدقائي لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو لأول مرة يشاهد محتوانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس بجديد ما يصلوا جديد إذن باش نشوفوا الموضوع بالضبط سامير ديلو قال الشعب لا يستجيب كل ما دعاها قيس سعيد قال المحامي والناشط السياسي سامير ديلو في تصريح له اليوم في ندوة صحفية لجبهة الخلاص الوطني حول القضاء العسكري والسياسة بعد 25 جوليا ملفات سيف الدين مخلوف نموذجا وأن المحاكمات العسكرية هي محاكمات سياسية وخلفياتها كيدية وأضاف ديلو أن الدليل على ذلك هو أنها تسارعت بعد 25 جوليا مؤكدا أنه رغم صمود عدد من القضاء إلى أن هناك من يحاول توظيف القضاء العسكري لضرب الخصوم السياسيين في سياق آخر علق ديلو على ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية والانتخابات ما بعد 25 جوليا قال قيس سعيد كل من يدعو الشعب الشعب ما يجي شابه باش نشوف كذلك شنو قال آخر سامير ديلو أفاد بأنه رئيس الجمهوري قيس سعيد يحكم البلاد بوزيرة العدل ليلة جفال ووزير الداخلية الفقيه والرائد الرسمية إذن وأضاف في تصريح لي كذلك وأنه قال النصوص والأحكام والشعارات لا تكفي لقيدادة البلاد وعلق ديلو على الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهوري قيس سعيد بقوله أنه خطاب أمنية كما أكد سامير ديلو الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع الناشط السياسي عبد الحميد أجلاسي قال أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعطى تعليمات لوزيرة العدل في علاقة بإيقافات التي تم تسجيلها مؤخرا في تونس سامير ديلو قال قيس سعيد أعطى تعليمات لوزيرة العدل بخصوص الإيقافات كلها وهي ليست المرة الأولى التي يعطي فيها تعليمات للقضاء الذي بات تحت أمرتها وقال ديلو في مداخلة له في إذاعة خاصة أن قيس سعيد أعطى تعليمات متلفزة علنية لوزيرة العدل وقال أن هناك ملفات تنطق بالإدانة قبل أن تنطق بها المحاكم مؤكدا أن هذا المبدأ غير موجود في القانون الجزائي لأن من تنطق بالإدانة هي المحاكمة كما أن هناك مبدأ أعلى من رئيس الجمهورية ومن الجميع وهو قرينة البراءة المكرسة دستوريا في الموثيقة الدولية وأضاف المحامية قال هذه ليست المرة الأولى التي يعطي فيها قيس سعيد تعليمات للقضاء إذ سبق أن أعطى تعليمات مباشرة أحيانا في ذكر ملفات وأحيانا أخرى في ذكر أشخاص إذن بعد هذا التصريح المستفز والخطير من سمير ديلو الرئاسة تقوم باستدعاء سمير ديلو وإن شاء الله لاحقا باش نشوفه شنه الموضوع بالضبط وشنه كان موقف سمير ديلو أمام الرئيس بعد هذا التصريح المستفز والخطير حسب ما قالوها بعض المراقبون شكرا على المتابعة والاهتمام أزيقائي كذلك لا تنسوا دعمنا بلايك الفيديو ولا أول مرة يشاهدوا محتوانا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بشتوسلك نوتيفيكاسيون يوميا أخبار حصرية وجديدة إلى اللقاء